كان فيه كثير ثغرات تكتيكية في المباراة وخصوصاً عمصر التسلل حتى لو فزنا كانت من أسوأ المباراة إلنا يعني برشلونة وتعثر وانكشفت طريقة الأوف سايد وبرضه برشلونة عنده مباريات كثير لعبها وربا لعبه وأكيد رح نحكي عن أورسنل ومنشسر نايتد فيه أول مباراة إلو مع مدربه بس بالبداية خلال راح يبدو أمار أهلاً سهلاً فيك أمار أهلاً أهلاً فيك خالد يعني أمار خلالينا هيك نبلش بموضوع برشلونة وطريقة الأوف سايد اللي صار اللعيب اللي تضغم يقدر يفهموها المدربين قادرين يتخطوها ويسجلوا خلالي نبلش بهذا الموضوع يعني شوف خالد هلأ أي طريقة في قرط القدم طريقة سلبية أو إيجابية المدربين الأذكياء بيعرفوا يكشفوها اللي صار ببرشلونة إنه واجه خليني نحكي خصم الهوبار ميونيخ وكيف فازوا عليهم يعني برشلونة ولكن كان فيه كثير ثغرات تكتيكية في المباراة وخصوصاً على مصر التسلل يعني مصر التسلل ممكن المدرب وفي لك أنا أعتقد أنه متأكد تماماً أعتقد أنه المدرب ذكي فبالتالي هو عارف أنه إلها فترة والله 15 مباراة 17 مباراة بعدها أكيد الفرق ستعرفها فلازم نغيرها فنكشف كل هذا حكي وين في بارات بايرن في بارات بايرن زي ما شفنا إحنا فيه أكثر من هدف كان فيه منهم تسللات ولكنها ناتجة عن تغيير في زاوية اللعب أو عرضيات مثلاً من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين خليني نحكي عملوا فيها عجقة للعبين اللعبين برشلونة فما عارفوا يتمركز بشكل صحيح إحنا زي ما نشوف فيه ثلاث لقطات تكررت فيه أمام سلتا فيغو وأمام بايرن يونيخ تكررت عدة مرات ومنشوف الهدف الأول لبايرن كيف نفس الشي عرضية ناتجة من تغيير لعب من الأقصى اليمين ونفس الشي عمام سلتا فيغو تغيير اللعب برضو من أقصى اليمين لأقصى الشمال حتى أنه يكسر مصر التسلل ليش؟ لأنه المدافع لما بد يكون يتم تغيير اللعب من يمين إلى يسار أو من يسار إلى يمين رح يكون ضامم لجوه رح يكون ضامم لجوه بش عارف وين يوقفه يعني رح يكون ظهره حلو مرة بكون ظهره للكرة ومرة ظهره بش الكرة فبالتالي المدافعين كلهم ما رح يعرفوا ينسقوا بناتهم مصر تسلل وقفه وخط واحد يعني رح نشوفها سفليك رح يغير هذا الأسلوب؟ المفروض أنه يغير هذا الأسلوب وأيضا رجوع دي يونج يعني عمل مشاكل في برشلونة يعني حتى البعض وصل فيه ويحكي من أول ما رجع دي يونج رجع تشافي برشلونة أو برشلونة تشافي فبالتالي يعني حتى في عدة لقطات بمباراة الأمس مع سلتافيغو كان فعليا جافي ودي يونج شوي تأهين ومو عارفين فعليا يسيطر عوسط الميدان لأنه بساطة لسه دي يونج هو مستوى يعني بدناش نحكي لسه ما وصل للفورما ولكن هو أسلوب لعبة ممكن مع فليك بوش مناسب كثير فمعها شوي شوي انكشفت كل الأمور سلتافيغو يعني عرف فعليا بالأمس حتى فليك يعني ظهر أكثر مرة وحكي إنه هاي حتى لو فوزنا كانت من أسوأ المباراة إلنا وكون دي يعني ختمها بإحنا حكينا عنه قبل الأسبوع الماضي إنه بيضلي عاقبه 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 وهي اليوم لبسه هي لبسه لبسه قولين يتفضل عاقبني فبرشلونة أعتقد يعني فليك مدرب ذكي فرح يعرف في يتعامل مع الموضوع ولكن الفكرة كلها إنه لازم يعرفه اللاعبين زي ما حكي فليك إنه هذا نظام وما في فيه مزح حتى لو بدك تغلط هو نظام ما بدنا نتيجة بس لازم تقدم أداء بشكل ممتاز لأنه نتائج زي ما بتعرف مع الوقت بتيجة فإفليك مدرب ألماني صارم ألف باجيم خلص هذا الموضوع انتهى ما فيه أي واحد يمشي عاكس النظام يمشي عاكس النظام أو يمشي عكيفه أو خليني حكي يحاول يثبت نفسه الفريق هو اللي يثبت نفسه والأهم يعني أنت صار وجهة نظر الفريق وإن أنت صار وجهة نظر لعب معين يعني حاليا خلينا نحكي برشلونا بالصدارة اللي عب مباريات جدا صعبة بس فيه إشي عمر إحنا ما نتبهنا عليه جدول مباريات اللي برشلونا لعبها مباريات اللي خارج ملعبه لعبها كانت أصعب بكثير منافسين أشرص خلينا نحكي ليش؟ اللي يتعثر فيها يعني نعم هلأ يعني هاي مشكلة متراكمة من موسمين وصبق وحكينا احنا عنها خلال السنة أو الموسم الماضي أنه برشلونا نفس مشكلة ريال مدريد أنه لما بدك تجدد ملعبك وقاليني نحكي اقترب موعد عودتك لملعبك الجديد ما بتقدر تلعب والله أنا خلص جهز ملعبي الأسبوع الجاي يلا حاولوا لي المباراة الأسبوع الجاي على ملعبي رجعوا لي هلأ لازم يقدم طلب من قبل خلني حكي عشر تيام وعشرين يوم من بداية الموسم نفسه أنه والله أنا بدي ألعب ثلاث أربع مباريات اللي على الأرض يبدأ ألعبهم خارج أرضي فرشلونا يعني ما أوصل حاليا للجولة 17 ولكن مع وصوله للجولة 17 رح يكون اللعب يحتاجهم برها خارج أرضه على ما ممكن يعني البعض يحكي لك طب ما هي إحنا هي يعني أنا بدي ألعب خارج أرضي زي ما شوف على الشاشة هذل يعني كيف مفترض أنه ملعب الكاملو يكون جاهز فالبعض بيحكي لك والله أنه ما هي هي يعني أنا إذا لعبت كلهم برأة أرضي بالإياب رح ألعبهم على الأرضي هي نعم هي هي ولكن اللي بيصير أنه أنت مثلا زي بالأمس برشونة كان سيئ هلأ إذا كانت هاي المباراة على أرضه ممكن الجمهور يساعده فإنت لازم يعني إدقائس الموضوع خلالي يحكي أنه والله أنا بحاجة هاي المباراة تكون على أرضي بغض النظر شو كانت الظروف عشان أنا سيئ حاليا فبفوز أو على الأقل بتعادل هلأ اللي ممكن يصير في الموسم أو في مرحلة الإياب أنه والله أغلى مباراة تروح تكون ملعبة أغلى مباراة تكون رح ملعبة بس أفرض والله أنت الفرق اللي رح تقابلها رح تكون فورميت أحسن من الحالية لأنه بالعادة أندي المتوسطة يعني وما دون المتوسطة بتكون فورميتها اللي بتنافس على الهبوط في نهاية الموسم بتشد بتشد كثير فأنت مش من مصلحتك تلعب مثلا والله لأرضك مباراة كثير صعبة يعني هي من الصحة كاكيد ولكن لأنه أنت خسرت في الذهاب بالإيابة يعني الفرق أرادة بأرضها ولا جو أرضها رح تتقدم أداء ممتاز فهذه المشكلة لكلها أنه اللابورتا بيحاول كل موسم أو كل شهر يعني كل شهر حرفيا إحنا بشهر مثلا من نوفمبر نوفمبر بنوصل بديسمبر أنا بشارتك بكرة بس يعني بعد أسبوعين إذا وصلنا بديسمبر بشارة الجمهور وصلت جميع بشارة الجمهور بشهر ديسمبر رح يطلع بيان أنه رح نرجع بشهر خل نحكي يناير وشهر يناير رح يرجع شهر فبرايل وبفبرايل لمارس وهو المتوقع مارس ولكن يعني هي إبارة خدير خل نحكي للجمهور أنه إحنا هنا قربنا نخلص الملعب حيننا منحاول نرجع بالزبط طب خلينا عمر نترك برشلونة وإسبانيا ونروح على إنجلترون لا دخلي ليفرفول شيء على الجانب أخليه آخر فارت بالتوقعات هيك خلينا نحكي عن أرسنال أرسنال انتقال 2006 لملحب ويتوقف تغيير الملعب بعدين نسمع الجديد أن أرسنال رح يرجع ويطور من ملعبه شو القصة بالزبط؟ يعني زي ما حكيت أنت من 2006 أرسنال هم بيحاولوا يعني صعب كثير تطوير ملعب الاتحاد ليش؟ لأنه زي ما نشوف على الشاشة أهم مشكلة كانت وين؟ أنه ملعب أرسنال الاتحاد فيه على يمينه ملعب الإمارات ملعب الإمارات سوريا ملعب الإمارات ملعب الإمارات سوريا على يمينه فيه خلينا نحكي سكة حديد وعلي يساره برضو فيه سقة حديد سكة حديد أفوان فبالتالي صعب انهم يوسعوا الملعب الآن الفكرة انهم يوسعوا الملعب والله يبن نزيد أعدد المدرجات أو وشرط에 تم توسع الملعب كمدرجات كمواقف سيارات أو alright فبالتالي كان صعب انهم يوسعوا ويدخوا على حدود البلدية ولكن شو الحل؟ الفكرة أنه البلدية يعني الحزب اللي موجود في البلدية الموجودة في هاي المدينة في مدينة أرسنال أنا راح أمبل اسم المقاطعة بالزبط أو المنطقة ولكن في المدينة يقال بأنه نفس الأشخاص الرؤساء في هاي البلدية هم من تميل لنادي أرسنال كمسؤولين فيه فبالتالي يعني هم نزبطوهم فيقال بأنهم راح يمشؤلهم الموضوع أنه والله يوجدوا أكثر الحلول اللي ممكن ما تضر مثلا للقطار وتفيدكم أنتو هلأ في حال يعني أرسنال حطت أكثر من سيناريو أنه ما زبط هذا أي راح نروح على بيبيني على سي وإيش الخيارات الخيار الثاني أنه والله المساحة اللي ورا الملعب دائما ملعب أرسنال الإمارات فيه مساحة كثير وراه خصوصا عند المرمى فيقال بأنه باللغة يضيفه مدرجات ولكن عشان تضيف انت مدرجات هلأ الفكرة كلها هي أنه أنت بدك تجدد الملعب بدون ما الملعب يوقف يضل موسم شغال فمشكلة أنه أنت بدك تضيف كراسي خلف المرمى يعني شو بدك تعمل؟ بدك تنزل الأرضية بدك تنزل الأرضية بالضبط مهنس كنت بدك تنزل الأرضية شوي عشان يدخل معك المجال ويشوف اللي بيحضر ويكون شايف فبدك تنزل الأرضية شوي فبدك تنزل الأرضية هاي يعني مش إشي سهل وبدك مشروع كامل وربما على الصيف فالهدف كله أنهم يرفعوا ساعة ملعب الإمارات لـ 80 ألف متفرج عفوا لأنهم بحاولوا ينافسوا الأندي دخل زيادة فعليا وأيضا السيتي بالمناسبة للإتحاد أنا عارف بالي لإتحاد لأنه أيضا الإتحاد برضو ماشيين بنفس المشروع أنا مجدد الملعب فعليا وأيضا الأولترافولد الأولترافولد ملعب مشلس نايتد فبالتالي بحاول أنهم يواكبوا التطور المالي حتى أنهم يعني يحصلوا على أكبر قدم الأموال يعني بمرحلة ارتفاع الأسعار طب عمر ماذا كنت تحكي على الأولترافولد دخلنا نذهب إلى مانشسر ونايتد مانشسر ونايتد في أول مباراة مع المدرب الجديد يلعب أموري طد إبسشتاون نادي الجاي من الدرجة الثانية وبطلع ما خلا ولا لاعب بعد مباراة ماذا نتوقع من هذا المدرب في المستقبل هلأ شوف يعني هو مسكين شوف نتوقع منه يعني أحنا بس كمنا نشوف هناك خراب مسكين هناك خراب كامل حتى مركز مانشسر ونايتد 12 يعني وفي بداية الموسم فبالتالي هاي مبدئيا مهمة كثير صعبة ولكن هذا أحسن له عشان الضغطات هلأ الفكرة هوين الفكرة أنه المدرب يجى بتشكيل كامل جديد وبخطط كامل جديدة اللي هي ثلاثة أربعة ثلاثة هلأ المدرب طلع حكى بعد مباراة الأمس بعد التعادل حكى بكل صراحة اللاعبين مش عارفين تعليمات يطبقوها وهذا إشي طبيعي في لعبين لسه أول مبارا لسه أول مبارا بالضبط يكون حامل للكرة يعني أنت استلمت الكرة مشيت بقدم تعطيه بترجع مكانك لازم المفروض ترجع مكانك شو تظل واقف بمكان ما كنت هاي أبرز مشكلة وضعها مع اللاعبين أن اللاعبين باش قادرين ينفذوا أي أفكار جديدة وهذا الدليل على المشاكل اللي كانوا عنوها مع تنهاخ أنه أنت فعلياً كنت كل مباراة تكتيك وكل مباراة تشكيل فاللعبين ضعوا فهذا اللي صار في مباراة لمس أمر سريعاً مباراة يوم الأربعة ليفربول وريا مدريد أعطينا توقعك لهذه المباراة وإن شاء الله تكون مواقف معي عشان إذا ما كنت مواقف معي رح أزعل منك صراحة هي حكتلك أنا المشكلة يعني أنا متشارط مع كثير من الناس ولكن أيوة ولكن وليس بنيسوس ما رح يلعب أنا خالد بهددني من قبل اللايب يا أخوان فأرى ما شعر شو أريد أحكي خلي عندك مصداقية نتيجة مصداقية بدك مصداقية خلي عندك مصداقية وتذكرني طيب أوكي هلأ ليفربول إنت عارف كيف يصدر في صدارة الدورة بفارق كبير ولكن إنت عارف برضو أنه يعاني أمام الفرق اللي ما يلها أسلوب واضح حلو هو بيعرف في حد الأسليب الواضحة أرنسلوت مدرب ذكي ولكن مع ريال مدريد أنت بدك تكون عشوائي أعطيني نتيجة بدك تكون عشوائي هلأ أنا اللي بقدر أدمر لك أن ليفربول ما رح يفوز بكل سنة ما رح يفوز يعني رح يزال مني لا تكمل عمر ليفربول ما رح يفوز خلطة بدعك نتيجة أه بس يحكي نتيجة أه بأتخيل مدريد رحفوزي يعني إيا 2 إيا 3 واحد برضو طيب أنا رحكي لك 4-0 لليفربول يا سيدة أنا مريد دخل أنا أتوقعت لأليك شكراً كثير إليك عمر على تواجهة معنا إن شاء الله نشوفك يوم أثنين وإن شاء الله بحليك واحد مفوز وإن أبدأ أحليك